أنت تعلم بأن كوفيد ناينتين يصيب الجهاز التنفسي ولكن هل تعلم بأنه يوجد تأثيرات باشرة وغير مباشرة بهذه العدوى على أجهزة الأعضاء المتعددة الأخرى في هذه الحلقة تلخيص لمضاعفات فيروس كورونا على الجهاز الهيكلي العضلات العظام والمفاصل وماذا يمكنك أن تفعل لتجنب هذه المضاعفات تابع معي الأبحاث ما زالت مستمرة على بارس كوفيد ناينتين ولا أخفيك يا عزيزي أنه مع كل ما توصلنا إليه ما زلنا نعلم القليل حسب الدراسات المنشورة حتى الآن كوفيد ناينتين يؤثر بطرق مختلفة على المصابين وجميعها يتفق بأن مضاعفات العدوى ستنتقل إلى الجهاز الهيكلي ومن يعاني مسبقا من آلام أو التهابات خاصة آلام الحوض والذراعين وألم الرقب والظهر والروماتيزم فسوف يبالغ الفيروس في شدة الأعراض الحالية وأكيد ستتساءل لماذا يحصل هذا في البحث المنشور مؤخرا بعنوان موسكيلو سكيلتل كونسيكوانسيز أوف كوفيد ناينتين قسمت هذه الدراسة مضاعفات كوفيد ناينتين على الجهاز الهيكلي إلى مضاعفات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى إذا أخذناها بقليل من التفاصيل سنفهم الموضوع في المضاعفات قصيرة المدى عند إصابة الفيروس للرئتين يبدأ الجهاز المناعي بهجومه على الفيروس عن طريق إفراز أنواع عديدة من مركبات مكافحة الالتهابات وتسمى سايتوكاينس هذه المركبات هي سلاح مكافحة العدوى في الجسم ولكن يوجد مشكلة صغيرة وهي أنها مواد سامة بعض هذه المواد يمنع تكاثر الخلايا وآخر يمنع تمايزها وبعضها يسبب تليف العضلات وبعضها يتلف الغشاء المغلف للأعصاب أو ديميلينيشن وهذا هو السبب باختصار هجوم الجهاز المناعي على الفيروس يؤدي لانتفاخ المفاصل وشعور المريض بألم وضعف وتقهكر سواء أثناء فترة الحضان للفيروس أو أثناء فترة ظهور أعراض العدوى الآن خلينا نشوف مضاعفات طويلة المدى سبب المضاعفات طويلة المدى هو دخول الفيروس للعضلات والمفاصل بشكل مباشر يعمل الفيروس على تحلل بروتين العضلات ويضعف إنتاجه ويستهلك البروتين لنسخ نفسه وفي بعض الحالات وهذا الأسوأ يترك الفيروس خلل في الجهاز المناعي فيسبب ترسب مركبات مكافحة الالتهابات أو سايتوكاينز على جدران المفاصل ويؤدي في بعض المرضى لأن يهاجم الجسم نفسه بشكل مشابه لحالات الروماتيزم وتسمى الحالة Reactive Arthralgia ولهذا السبب بعاني المريض من أعراض الهزال والضعف والتعب بسرعة وألم في عدة مفاصل في الجسم لفترات المطولة قد تصل في أسوأ الحالات إلى تسعة أسابيع ولكن هذا ليس كل شيء فبالإضافة لكل ما سبق استهلاك المريض لأدوية الاستيرويدات أثناء فترة التعافي التي لا يمكن الاستغناء عنها للحد من الالتهابات الحادة هذه الأدوية لفترة مطولة لها آثار ضارة على العضلات والهيكل العظمي تسبب ضمور العضلات وضعفها وانخفاض كثافة المعادن في العظام أو أستوبينيا وبالتالي التعرض لخطر كسر رأس عظمة الفخد وتطور تنخر في العظام أو من هنا ينصح من يعاني من ألم خاصة في مفصل الفخد أن لا يهمل الألم ويكشف عند استشار العظام بدون تأخير طيب السؤال الأول هل اللقاح سيمنع هذه المضاعفات؟ الجواب بالطبع كلا ولكنه يقلل حدتها بشكل كثير السؤال الثاني هو كيف يمكنك تجنب مضاعفات كوفيد على المفاصل؟ أولا يا عزيزي اطمئن ولا تقلق فهذه المضاعفات self-limiting condition بمعنى أنك ستتعافى منها مع الوقت وإليك بعض النصائح لتخفيف حدتها أولا الوقاية والراحة امنح ظهرك وركبك بعض الراحة استخدم الثلج لتقليل التورم ارتدي ضماط ضاغط وأبقي قدميك مرفوعة الإجهاد الهواء البارد وزيادة الوزن والإفراط في النشاط البدني كلها تؤجج آلام المفاصل تجنب الجلوس على الأرض وراقب نظامك الغذائي وقلل السعرات الحرارية الزائدة لأن التغييرات الطفيفة في الوزن يمكن أن تسبب تغييرات كبيرة في آلام المفاصل حافظ على وزن صحي يتناسب مع طولك وكتلة جسمك باختيارات غذائية صحيحة ثانياً استخدام الأدوية المضادة للالتهابات والمكملات الغذائية أدوية مضادات الالتهابات غير الاستيرويدية مثل الأيبابروفين والسيتامينوفين والباراستامون كلها تعمل في تخفيف آلام المفاصل منذ المرحلة المبكرة من العدوى وحتى مرحلة التعافي استشر طبيبك عن مسكنات الألم المناسب لك بما لا يتعارض مع الأدوية الأخرى التي تتناولها والمكملات الغذائية التي ينصح باستهلاكها هي فيتامين A وD وC والزنك والكالسيوم وأخيراً التمارين العلاجية علاج العضلات والعظام والمفاصل هو إعادة التأهيل وهو الحل والعلاج النهائي لأي مشكلة تحصل استخدم الكمادات الحارة مرتين في اليوم لمدة ربع ساعة وسوف يختفي ألم المفصل بالتدريج قم بإطالة عضلات المفصل المتيبس وسوف يلين المفصل بالتدريج وأخيراً مارس تمارين الايروبيكس والمقاومة لمدة 6 أسابيع 4 إلى 5 مرات في الأسبوع وسوف تستعيد القوة والوظيفة وصحة القلب والرئتين كما كنت قبل الإصابة بCOVID-19 بإذن الله تعالى وهذا كل شيء لهذه الحلقة شاركنا تجربتك وكيف تغلبت على مضاعفات COVID-19 في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكراً لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لن روحك تسكن فيه شكراً لكم اشتركوا في القناة